اشتركوا في القناة 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 بينما سجل التعويضات اشتركوا في القناة 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 طيب التي بمجابها يتحمل المؤمن له خسارة اذا تحقق هذا الحدث جميل جدا فيه اكمل بشكل تاني اكمل بشكل تاني انا كنت منكمل من عندي من معلوماتي لا دي بقولي انا هديك كلمات وتاخد تكمل منها اكمل العبارات الاتية بعد استكمالها بما يناسبها مما بين الاقواس كتب للأقصاط المباشرة عقود تأمين المعاشات مبدأ المشاركة التعاون او المشاركة الورثة او المستفيدين تمام انا عندي خمس كلمات اهو ويبلع عليهم مثل كام خمس جمع اول نقطة عقود تأمين المعاشات عقود تأمين المعاشات تتعهد الشركة للمؤمن على حياته بايه بالسداد دفعة متساوية بشكل دوري دي اللي اسمع قود تأمين المعاشات طيب اللي بعدها التعاون او المشاركة التعاون او ايه او المشاركة من الاسس الفنية التي يقوم عليها التأمين تمام بعد كده بقولي الورثة او المستفيدون هم مين مين الورثة او المستفيدون هم الاشخاص الذين تم تحديدهم بوثيقة التأمين للحصول على قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر تحقق حرف القاف دي بعد كده الاقصات المباشرة ماشي التمارين دي من الكتاب السئلة هو تدريبات على الباب الاول والتاني من الكتاب الاقصات المباشرة ماشي قيمة الاقصات هي يعني معناها قيمة الاقصات المستحقة على عمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال اخل نقطة انا فاكمل اللي هو مبدأ المشاركة مبدأ المشاركة يتم بمقتضاء تقسيم الخسائر بين المؤمن له والمؤمن او عدد من المؤمنين ده الجزء الاول في المراجعة الشاملية على النظري بتاع مادة المحاسبة في شركات التأمين هنستكمل مع حضراتكم باقي الجزء النظري بأسئلة متنوعة علشان ايه؟ علشان نغطي المنى كله ان شاء الله طيب نكمل مراجعة الايه؟ محاسبة شركات التأمين النظري الشاملة للمنى كله هنا في الورقة دي او في الجزء ده هناخد كذا أسئلة كذا سؤال هنا وصل وصل من المجموعة ألف المجموعة هي بيه؟ بيجيب لك خمس او ست نقاط في ألف ماشي والتوصيل بتاعهم او معناهم او تعرفهم او وجابتهم في بيه؟ لا ده أنا هنا جايب لك عشر حاجات في ألف رد علي وتعرفاتهم ماشي او معناهم او المصطلع بتاعهم في بيه؟ بس مش بانت هتقول لي واحد تاخد اربعة وخمسة تاخد ستة لا هو في الامتعان كذا في الامتعان هتشوف واحد تاخد كم هنا؟ واثنين أنا عمل لك هنا كل واحدة واجابتها فشاة على طول هتلاقي واحد فشاة واحد اتنين اتنين ثلاثة ثلاثة عشرة عشرة فهم دي؟ يبقى دي مساكرة جميلة جدا واحد عقد التأمين هو شركة التأمين تؤدي للمؤمن له تعويض مالي في حالة وقوع الخطرة اديها يبقى تعرف عقد التأمين هاو اتنين سجل التعويضات سجل التعويضات تقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة ثلاثة سجل الوسائق سجل الوسائق تقيد به جميع الوسائق التي تبرمها الشركة أربعة المؤمن يمثلها شركة التأمين التي قامت بابرام العقد مع الشخص الطبيعي خمسة الشركة القابضة ما له الشركة القابضة وبتمتلك حصة قد ايه او اسهم الدي également لازم تزيد عن 50 فالمية يبالي تمتلك اكبر عدد من الاسهم في الشركات الأخرى الشركات التابعة اكثر من 50 فالمية من اسهم الشركات القبلة اعمل قلعالياً شركة وهي قبضة يبقى حصتها في الشركات الأخرى اللي هي التابعة اكثر من 50 فالمية من الاسهم بتاعتها الأقصاط المباشرة حساب دائق عند إقفال أقصاط إعادة التأمين الصادر سبعة مبدأ الحلول في الحقوق تمام كده حد حيحل محل حد يعني مبدأ الحلول في الحقوق تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على الغير جميل تمانية عقد تأمين الحياة المؤقت عقد تأمين الحياة المؤقت فيه تغطي شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة فيه تغطي شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة تسعة القوائم المالية المجمعة يتم عرضها باعتبار المجموعة منشاة اقتصادية واحدة عشرة قانون الكثرة العددية كثرة يعني عدد كبير أيوة قانون الكثرة العددية وجود عدد كبير من المستأمنين الذين يتعرضون لنوع واحد منين من الخطر تمام هذه سؤال توصيل حناخد سؤال أكمل مرة تانية أو تالتة عشان نغطي فيه معظم المنهج أو كل المنهج واحد وكل ده منين من امتحانات سنوات سابقة ومن النمازج من وراء ومن أسئلة الكتاب أكمل من أركان التأمين تقول لي ما نعرفه من أستاذ حسد تلات حاجات وبالمناسبة قبل المفروض ما تمسكوا المراجعات دي تكونوا ذاكرتوا الجزء النظري اللي أنا شرحه في أول فيديو هنا يعني أنا لامم شرح الفيديو شرح النظري مثلا كله تمام كده إذا كان موجود عندكم تذكروا مش موجود تذكروا ده من أركان التأمين واحد الخطر واثنين القصط وثلاث أداء المؤمن إبقى من أركان التأمين الخطر والقصط وأداء المؤمن اثنين أختار التأمين ثلاثة منها هو كاتب لي واحدة ماشي ده سؤال في نمازج أختار التأمين ثلاثة منها كاتب لي اختار الأشخاص شكرا هاتنا بالتين التنين وأختار الممتلكات وأختار المسئولية المدنية ثلاثة مبدأ التعويض ومبدأ المشاركة المبدأين دول إيه من المبادئ القانونية للتأمين أربعة وصائق التأمين على الحياة محددة القيمة وصائق التأمين على الحياة محددة القيمة خمسة تنقص مؤساق التأمين إلى عقود التأمين على الحياة ماش كده يعني وصائق التأمين على القيمة على الحياة إلى ثلاث حاجات ألف عقود تأمين ضد خطر الوفاء فقط اتنين أو بيه عقود تأمين في حالة الحياة فقط ثلاثة عقود تأمين ضد خطر الوفاء والحياة مع النه يبقى ضد خطر الوفاة وفي حالة الحياة وضد خطر الوفاة والحياة طيب نجي ستة التأمين هو نظام بمقتضاء يتم أنا عرفت لك عقد التأمين في المراجعة قبل كده لا التأمين هو إيه نظام بمقتضاء يتم نقل الخطر الذي يتعرض له الفرد في ممتلكاته ومسؤولياته أو في ذاته إلى إيه شركة متخصصة في ممارسة العمل التأميني ده تعريف التأمين سبعة طرق عادة التأمين ثلاثة إعادة التأمين صادر إعادة التأمين وارد عمولة عادة التأمين الصادر والوارد تمانية مبدأ المصلحة التأمينية خلاص يمكننا خدناها برضو قبل كده مبدأ المصلحة التأمينية هو وجود مصلحة بين مين بين المؤمن له والحدث المؤمن منه بمجابة يتحمل المؤمن له خسارة إذا تحقق هذا الحدث طيب تسعة رأس المال المستصمر بتساوي حكتين ولا تلاتة تلاتة رأس المال المستصمر بتساوي رأس المال المدفوع زائد الاحتياطيات زائد الأرباح والخسار المحتملة نيجي عشرة من خصائص وصائق التأمينات العامة العامة أنها تصدر عاداتا لمدة كام سنة من خصائص وصائق التأمين العامة تأمينات العامة أنها تصدر عاداتا لمدة سنة ويطلق عليها في تلك الحالة الوصائق السنوية تمام طيب ناخد سؤال ثلاثة بشكل جديد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسي اختر الإيه الإجابة الصحيحة واحد بقول لي الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين الملتزمة به الشركة بسداده إلى المؤمن له الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الحالية للأقصاط المستقبلية التي يلزم المؤمن له بسدادها إلى الشركة بنسميه هل هو مخصص التعويضات تحت التسوية ولا مخصص الاحتياط الحسابي ولا مخصص المطالبات تحت التسوية اللي لهو مخصص الاحتياط الحسابي اتنين يا ترى الخطر ده ما حالي سيدينا الخطأ من اين من الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين ولا من أركان التأمين ولا من المبادل القانونية للتأمين لا بقوله الخطر من أركان التأمين ثلاثة التزام شركة التعمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر حطي ميت خط على السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الخسارة هل هو مبدأ المشرقة ولا مبدأ حسن النية ولا مبدأ السبب القريب تقول لي أكيد حنختار نبدأ السبب القريب لأن أنت في الجملة بتقول لي السبب المباشر يعني فيها كلمة من نفس الجنس نفس الفصيلة نفس النوع سبب مباشر يبقى مبدأ السبب القريب آخر سؤال أكتب المصطلح المناسب لكل مما يلي المصطلح واحد لسه إليه بشكل تاني الشركة التي تملك أكثر من خمسين في المية من الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى بنسميه الشركة القابضة اتنين تتعهد شركة التعميء للمؤمن على حياته بسداد دفعة متساوية بشكل دوري سواء في أول أو آخر كل دورة خلال مدة العقد وبشرط أن يكون المؤمن له على قيد الحياة على قيد الإيه؟ الحياة يا ترى دي اسميه عقود تأمين المعاشات معايا كده؟ آه ده أنت بقول لها مصطلح أيوة يبقى عقود تأمين المعاشات جميل طيب ثلاثة آخر حاجة التغير في الأرباح المحتجز ناقص صافي الربح ماشي التغير في الأرباح المحتجز ناقص صافي الربح دي بنسمى توزيعات الأرباح توزيعات ليه؟ الأرباح وبكده نكون راجعنا النظر بتاع مادة محاسبة شركات التأمين اللي عامل مشكلة لمعظم الناس في ورقتين اتنين مغطين كل حاجة كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه وتابعونا في الفيديوهات اللي جاية كلها عشان نكمل لكم باقي منهج العمل كله بإذن الله اشتركوا في القناة